حظي الفن الرقمي باهتمام بارز لأول مرة في معرض الفن المعاصر الرائد في الشرق الأوسط الذي تستضيفه سنويا دبي الإمارة الخليجية الثرية الطامحة لأن تصبح مركزا دوليا للعملات المشفرة وخصصت النسخة الخامسة عشر من أرد دبي والتي استضافت أكثر من مئة عارض محلي واجنبي جنحا كاملا للفن الرقمي حيث جمعت 17 معرضا ومنصات مبيعات من الأن أفتي وهي منتجات افتراضية تكمن قيمتها بشهادة تثبت أصلتها وتجعلها فريدة وتصمم الأن أفتي باستخدام تقنية بلوكتشين التي تعتمد كأساس لترميز العملات المشفرة مثل البيتكوين وتحظى شهادات توثيق الأصالة الرقمية غير القابلة للنسخ بشعبية متزايدة في سوق الفن كما أن ازدهار أن أفتي على مستوى العالم والذي تجل من خلال صفقة بيع قياسية العام الماضي لعمل رقمي يحمل توقيع الفنان الأمريكي بيبل بأكثر من 68 مليون دولار شجع أمرجيست أول منصة فنية رقمية في الشرق الأوسط للتحول إلى الفن الرقمي موسيقى موسيقى موسيقى